الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بسرعة ضبط منفذي حادث مدينة نصر وتكثيف الحملات لضبط الأسواق أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن خالص تعزي في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا مساء يوم الاثنين الماضي مؤكدا على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناف في أسرع وقت ممكن وطبعا مواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء اجتماع حضروا مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والدخلية والعدل والموارد المائية والرأي والتموين والتجارة الدخلية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية صرح أن وزير الدخلية قدم تقرير عن ملابسات الحادث الإرهابي وقرد لي عدد من رجال الشرطة أثناء إطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة أضاف المتحدث الرسمي أيضا باسم رئيسة الجمهورية أنه تم خلال هذا الاجتماع عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة والإطمئنان أيضا على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع وإتحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية وأيضا المنافذ الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع وجه الرئيس السيسي أيضا بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات لتأكد من توفر السلع السادة المواطنين وبعها بالأسعار المناسبة وخصوصا في المناطق الأكثر احتياجا هذا إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خصوصا التي تدعمها الدولة وأتأكد من وصولها لمستحقيها من محدود الدخل أيضا أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع استعرض كذلك إجراءات اللجنة الوزرية المعنية بتنقية البطاقات التموينية حيث اجتملت تلك الإجراءات على تحديث بيانات ما يقرب من 55 مليون من المقيدين على البطاقات ويجرح حاليا استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتي ستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل أكد الرئيس أيضا على ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفقا لمنظومة تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتضمن وصول الدعم المستحقين من غير إهدار كمان أضاف السفير علاء يوسف أنه تم تطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم حصاد الأمح والإجراءات الجارية تنفذها لمتبع تخزينه في الصوامع والهناجر والشوان الحديثة المعدة لهذا الغرض وذلك من خلال لجان تم تشكلها على مستوى المديريات والمراكز للمرور المبدئي للمرور المداني عفوا لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومرأبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشوان المستخدمة حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام كما تم أيضا الاجتماع خلال هذا الاجتماع ملاقشة آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتضليل كل العقبات التي تواجه تنفذها وجه الرئيس أيضا في هذا الصدد بتشكيل لجان متخصصة لمراجع التنفيذ المبادرة وضمان حصول المشروعات المستهدفة على ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفي بالكامل من التمويل المخصص لها فضلا عن طبعا متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفذها في هذا الإطار ده كان كل موضوعات التي طرحت في الاجتماع مبارح التي تم ما بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة أو كل هذه الوزرات وتم فعلا منقشة فيه حاجات على كل المستويات يعني حاجات مبشرة وهي ترجمة نانسي قنقر